يحتضن هذا اللقاء التوعوي حول التحسيس بحقوق المرأة والفتاة بحضور مختلف الفاعلين المحليين في إطار مهمة للمرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة بولاية أدرار هذه الحملة 16 تزامنت معنا المجتمع الموريتاني كيف قلت لكم يقدر المرأة ويديرها على رأسه وهذه هي الشيما المعروفين بيها عدل حالات الاستثنائية نظراً لظروف معينة رغم بعد السلطات العليا للبلد ما بخلو شيء للمرأة حارسين لأنها تجبر حقوقها كاملة ولينما لفطلوا أن المجتمع أنه ما هو عادل اتجاه المرأة وأن هي ناقصة التعليمي وناقصة التمكيني يسوى اجتماعي يسوى اقتصادي يسوى سياسي وناقصة المشاركة السياسية وعد الاجتشارية تساعد الحكومة وتساعد البرلمان وتساعد المجتمع المدني في إطار حماية وترقية حقوق المرأة والفتاة وأكد والي أدرار السيد عبدالله والمحمد محمود أن هذا اللقاء الموسع يتي في إطار التعليمي بمهمة المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة بولاية أدرار والاستماع إلى أراء مختلف الباعلين حول القضايا المتعلقة بترقية حقوق المرأة اقتصادياً واجتماعياً تزامناً مع الحملة التحسيسية لمناهضة العنف ضد المرأة من جانبها منسقة منظومة المتحدة ببلادنا السيدة ليلة يحيى بيتزار أبرز تهمية الوعي بالقوانين والإجراءات المتخذة للوقاية من العنف ضد النساء لما لذلك من أثر وانعكاسات سربية على تنمية المجتمع بدورها العمدة المساعدة لبلدية أطار السيدة مليك صدفة بابا رحبت باستضافة المدينة لهذه الأنشطة التي تعنى بمناصرات المرأة والدفاع عن حقوقها الاجتماعية والاقتصادية وتضمنت فعاليات هذا اللقاء مداخلات الحضور التي أكدت أهمية العناية التي تحظى بها المرأة ضمن برامجه وسيازات الحكومة بالرغم من التحديات التي تواجهها المرأة ودعت المداخلات إلى دول أكبر للهيئات الجمعوية في التعريب حقوق النساء والدفاع عنهن وتمكنهن اقتصاديا واجتماعيا وعلى هامش هذه الانطلاق أدى والي أدرار رفقة رئيسة المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة زيارة تفاقد واطلاع لبعض المشاريع التي تقوم بها التعاونيات النسية بالمدينة ويتعلق الأمر بالزراعة وصناعة الكسكس والحلويات والصناعة التقليدية إضافة إلى مركز لتعليم الأطفال والفتيات الفاغ أولي الشيباني قناة الموريتانية مدينة أطار موسيقى موسيقى